تحية طيبة مشاهدين الكرام وأهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري الذي نستهله بالعنم لجنة القيادات الوطنية لمجابهة الكوارث والتوقي من الأمراض المعدية تؤكد عدم تسجيل أمراض وبائية وتكثيف للجهود للحد من مظاهر التلوث مطالب بأحداث اختصاصات مهنية تستجيب لسوق الشغل بمركز التكوين المهني الجديد بيبو حجلة من ولاية القيروان وتتويج معتمدية الكتار بجائزة أنظفية بلدية لسنة الحالية نتاج تميز في المحافظة على النظافة والعناية بالمحيط والمساحات الخضر انعقدت لأول مرة بوزارة الصحة لجنة قيادة وطنية متعددة الاختصاصات للتوقي ومجابهة الكوارث والأمراض المعدية ذات صبات الوبائية وفي هذا السياق تم التأكيد على أنه لا توجود لحالة أمراض وبائية لجنة تشارك في عديد الوزارات والهيكل ذات الصلة بهدف التوقي من المخاطر الوبائية وانتشار الأمراض المعدية ومجابهة الكوارث خاصة مع معاشته البلاد من أمطار وفيضانه عقدت بوزارة الصحة لجنة قيادة وطنية متعددة الاختصاصات للتوقي ومجابهة الكوارث والأمراض المعدية نوضع مخطط فيه إجراءات عاجلة بحكم الظروف الآن التي قادمين عليها بمناسبة موسم الشتاء والمخاطر التي الآن جاءت بعد الأمطار يكون عندنا قرارات وإجراءات متوسط المدى وبعد المدى كما تم التأكيد أنه لا يوجد انتشار لأمراض وبائية ما عدا تسجيل 30 حالة محتملة للإصابة بحمى غرب النيل حيث تمت الإشارة أنه سيقع اتخاذ الإجراءات اللاسمة والعمليات الاستباقية للتوقي من هذا المرض خصوصا بولايات سوسا والقيروين لحد الآن لدينا 30 حالة محتملة ولم يقع التأكيد كانت تسعة حالات اللي هي متفرقة ما بين سوسا ستة حالات وقروان لدينا حالات متفرقة في قروان في باجا وفي سيدي بوزيت ونجم نقولوا اللي هي الحالة ما هيش وبائية تركيز على ولاية نابل وتركيز على منطقة مساكن والولاياتين المجاورتين اللي هما سوسا والقيروين وليس يكون هناك استباق وليس يكون هناك عمل الاستشراف فيما يتعلق بالنصوص والإجراءات وأيضا وسائل العمل أطراف عددة ومتداخلة تشارك في هذه اللجنة على غرار وزارات الصحة والبيئة والتربية والفلاحة والدفاع ستحاول ويجاد الآليات والحلول الممكنة للتوقي من هذه الكوارث والتصرف في المخاطر الصحية نظرا للتغيرات المناخية نشهد معناها أمراض خاصة معناها كيماليباتيت وغيرها هذه نتدخل أولا بالتحسيس الإطار الطربوي وتجدر الإشارة أنه وقع إحداث لجنة قيادة وطنية متعددة الإختصاصات للتوقي ومجابهة الكوارث والأمراض المعدية ذات الصبغة الوبائية خلال المجلس الوزاري الأخير أشرف وزير التنمية والاستثمار وتعاون الدولي زياد العذاري صباح اليوم على جلسة استثنائية للمجلس الجهوي للتنمية بولاية جابس تم خلالها تشخيص الوضع التنموي بالجهة وتأكيد على ضرورة إنجاز المشاريع الكبرى المبرمجة عكست أشغال المجلس الجهوي الاستثنائي للتنمية بولاية جابس حجم الإشكاليات التنموية المطروحة بهذه الجهة والتي أثرت سلبا على الاستثمار والتشغيل العديد من إطارات ولاية جابس يؤكدون أن الحجم لحها لتوجيه عدد من الاستثمارات الكبرى لهذه الولاية لتتجاوز الوضع الصعب الذي تمر به الواقع قابس تزخر بجل معتمدياتها مصنفة معتمديات مناطق تنمية جهوية ذات أولوية لكن للأسف ما عندناش مستثميرين أجانب لتوجههم الدولة وهذا أعتقادي أنه من مهام الدولة أن نتوجه المستثميرين أو المجامع الاستثمارية الكبرى للجهات الداخلية وخاصة مناطق التنمية الجهوية هناك عوائق معناها تقف ضد معناها الاستثمار الفلاح الخاص أهمها هي التمويل مساهمة البنوك في الاستثمار الفلاح الخاص بهذه الجهة عدد آخر من الإطارات يشددون على ضرورة إنجاز المشاريع الكبرى المبرمجة والتي بقيت تراوح مكانها منذ سنوات وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي زياد العذاري الذي أشرف على هذا المجلس بيّن أن ولاية جابس من بين الولايات التي تحظى بالأولوية في اهتمامات الحكومة وتحدث عن مشاريعها الكبرى مشروع المدينة الصناعية الجديدة صديقة للبيئة والمتطورة والتكنولوجية اللي إن شاء الله بشتعطي إضافة نوعية على مستوى مش فقط الاقتصاد ولكن أيضا لمستوى نوعية العيش وجودة الحياة في كل ولاية جابس مشروع الخبيات أيضا لقدمناه لعدد من المستثمرين لتنمية النشاط الخدماتي في الصحة والسياحة الاستشفائية في ولاية جابس يطالب الجميع بتغيير المنوال التنموي الحالي منوال تنموي لا يمكن تغييره حسب البعض إلا بمعالجة ملف التلوث نفذ اليوم عدد من المواطنين وممثلي المجتمع المدني بمعتمدية جرجيس وقفة احتجاجية أثاروا من خلالها مسألة التنمية بمنطقتهم وطالبوا الشركات المنتصبة بالجهة بتحمل مسؤولياتها تجاه الشباب المعطل عن العمل ولعب دورها التنموي في معتمدية جرجيس ثروات طبيعية متعددة تستغل في عدد من حقول النفط والغاز وإنتاج مادة الملح طبيعيا وصناعيا منذ عشرات السنين دون أن تعود بالنفع على متساكني المنطقة بحسب ما يؤكد ناشطون في المجتمع المدني فروض أن الشركات التي تستغل في الملح والبيترول والشركات التي تستغل في الثروة الفلاحية تساهم في صندوق لأنها مسؤولية اجتماعية حسب القانون وحسب الرسوع الشركات هذه يضع على الثروة على الثورة تقريب عشر سنوات لم نلاحظ لها أي مساهمة وهذا اللي خل مواطني جرجيس يحتجون وفي وقفة احتجاجية أمام مقر المعتمدية دعوة إلى حث هذه الشركات إلى تحمل مسؤولياتها المجتمعية إزاء المنطقة والمساهمة الفعلية في تنميتها لبنى الأول والأساسي هو دعوة لجنة الطاقة في المجلس الشعب ودعوة لكل الحكومة باش تغير اتفاقية فرنك للهكتار الواحد شوفوا اليوم لا يخفى والشعب ولا واعي بأهمية الثروات الطبيعية هذه ليست رجعت لها بالنظر ليست رجعت لها بالفايدة إعادة النظر في العقود المبرى مع الدولة التوسية وحق جرجيس في التنمية والتشغيل على مساحات شاسعة ينتج الملح بجرجيس ويصدر عبر مينائها التجارية تماما مثل المحروقات المستخرجة آمال أهالي المنطقة أن يتغير مسارها وتستفيد من إيراداته عودة للشأن البيعي حيث تكثف الجهات المختصة بولاية مدنين مجهوداتها للقضاء على نقاط سوداء التي يمكن أن تمثل منطلقا للأمراض والأوبئة على غرار بركة المياه الراكدة وذلك من خلال المدوات ومقاومة الحشرات مياه الراكدة داكينة امتزجت بين مياه العمطار ومياه الصرف الصحية مشاهد ميزت أودية مدنين التي تقطع المدينة هذه المستنقعات التي تستقطب إليها أكثر النموس والحشرات المختلفة الأمر الذي أقلق كثيرا متساكن مدينة مدنين وسكان المحاذون للأودية خاصة وتخوفهم من انتشار حمغرب النيل بسبب هذا النموس مدينة ومدينة مدينة لم تسجل أي حالات مشبوهة بهذا الفيروس وسرعت كل الأطراف المعنية بالتدخل وتكثيف المدوات وتخصيص برنامج خاص لأوقار البعوض النقل لهذا الفيروس مرض حمغرب النيل هو مرض ينتقل للإنسان أساساً عن طريق لسع البعوض والبعوض هذا من نوع كيليكس الكيليكس هذه بدورها يجب أن تكون حاملة للفيروس هذا لتأخذه من الحاضنة منها الرئيسي اللي هو الطيور وخاصة منها الطيور المهاجرة تدخلات ستتواصل على امتداد أيام وقاية من ظهور هذا الفيروس بمدينة مدنين خاصة في الأماكن المحددة لتواجدها منها حس مدنين والوادي القبلاوي وجزء من الوادي الغرباوية وتأكيد على عدم وجود خطورة حالية قد تهدد صحة المواطن تطالب مكونات المجتمع المدني ببحجلة من ولاية القيروان بإقرار اختصاصات بمركز التكوين المهني الجديد ببحجلة تتناغم مع متطالبات سوق الشغل في مركز التكوين المهني الجديد ببحجلة لا لاختصاصات مسقطة لا تستجيب لسوق الشغل شعار رفعه محتجون من المجتمع المدني أمام مركز الفتاة الريفية بمدينة ببحجلة وذلك احتجاجا على ما قيل أنها اختصاصات مسقطة من قبل وزارة التكوين المهني والتشغيل تريد بعثها بمركز التكوين المهني الجديد بالجهة مركز تكوين جديد صرفوا عليهم مليارات وجهة كاملة فرحانة بها لخاطر جهة 120 ألف ساكن تستحق اختصاصات عديدة لكن مرانا قال لي السلطات تراجعت على عديد الاختصاصات ونحن نحب واعتماديات تكون من وكالة التشغيل للتجهيزات المدير الجهوي للتكوين المهني وتشغيل بالقيروانة أكد أن اللجنة الجهوية هي التي تقوم بدراسة الاختصاصات حسب الحاجيات وأنه لم يتم الانتهاء بعد من دراسة المقترحات نهار 11 أكتوبر إن شاء الله عنا زاد جلسة في الغراثة على السياس مش تكون فيها مع تمخرجية متاع الجلسة وبطبيعة احنا كي مش نقطع رحو اختصاصات يزم تستجيب للحاجيات الجهة تستجيب مع المحيط الخارجي متاع الجهة اللي هو مع المحيط الصناعي متاع الجهة وتستجيب زادة المؤسسة الصناعية لأننا نعرفوا وأن المؤسسة الصناعية هي طرف فعال وشريك فاعل في منظومة التكوي المهنة تمويلات ما حتى مشكلة معناها تمويلات احنا دوبة نقطع الاختصاصات هذه نحلوها للوزارة والوزارة تنطلق معناها في مزيد معناها التدقيق في الاختصاصة هذه ثم ننطلق معناها في تجسيم وإجراءات أحداث الاختصاصات الجديدة وتنتهي الأشغال بمركز التكوين المهني الجديد ببوحجلة مع موفى هذه السنة وسيكون قادرا على استيعاب خمسمائة متكون كما يوجد به مبيط يستوعب مائتين وخمسين سريرا وفي اسفاقس يحتج الإطار التربوي بمدرسة الإخلاص الابتدائية من غياب أعوان النظافة بهذه المؤسسة ما يبث مخاوف عن صحة وسلامة تلميذ وكامل الإطار التربوي المدرسة الابتدائية الإخلاص دون عون تنظيف بعد نقلة العون الذي كان يعمل هنا هذه الوضعية بثت مخاوف لدى الإطار التربوي بخصوص النظافة في هذه المدرسة طبعا نقمصتش اليوم معناها القاعة ما تنظفتش حتى إذا كان ثم أوقع معناها تنظيف راهم بمجهود فردي من الزملاء ولعنا خاصة قاعد الخطر الوحدة الصحية يعني إذا احنا خايفين حتى على صغيراتنا من الجرثومة مدرسة سعبة مدرسة معرضة إلى الإصابة بالفيريش الكابدي احنا يا أخويا واجبنا كنقابة وكمعلمين حماية منظورينا سواء كانوا تلمذة أو زملاء احتجاج الإطار التربوي في هذه المدرسة يأتي في إطار المطالبة بضرورة توظيف عون للنظافة في أقرب وقت ممكن مطلبنا يا أخويا مدرسة كانت تخدم مكان لباس عليها بمضافيتها ومرهم نظمة لماذا تهز في العون هذا؟ كيه هزيتها؟ لماذا صار؟ هزيت حل في مشكلة المدرسة أخرى؟ هكذا خلاقة مشكلة في المدرسة المدرسة الابتدائية هي عون تنظيف لماذا المعلم يدخل يخذه في فضاء مش مهيئة ومش نظيف موش مهوي لماذا تلميذ يدخل مجموعة صحية يلقى روحه بش يتعرض للفيروس قاتل تؤكد المندوية الجهوية للتربيس فاقس واحد أن هذه المشكلة تشكو منها عدة مؤسسات تربوية بسبب التقاعد والنقل مع غنق باب الانتداب وثمت حلول وقتية بالتنسيق مع المعتمديات عبر إعادة توظيف عمال الحضائر لتفادي هذا الإشكال بمنسبة اليوم الوطني الأول للجماعة المحلية تحصلت خمس بلديات من بينهم معتمدي تلكتار بقفصة على جائزة أفضل بلدية في تونس وتأتي هذه الجائزة نتاجاً لتميز العمل البلدي بالمنطقة خاصة على مستوى النظافة والعناية بالمحيط والمساحات الخضرة الجائزة الأولى الوطنية لأنظف البلديات لسنة ثمانية عشرة وألفين هي تتويج لمسيرة سنوات من العمل البلدي وتنفيذاً لاستراتيجية محلية رهنت على إرساء بيئة سليمة تضمن نظفة المحيط وجودة الحياة لسكان معتمديات الاجتار خذنا الجائزة الوطنية الآن نظف خمسة بلديات في تونس والجائزة كانت نتيجة عمل سنوات العمل هذا كان نتيجة ارتباط كامل مبين المواطن والميدارة والمجلس والعمال النظافة لهم النقطة القوية في الحكاية هذه العمل هذا نتيجة استراتيجية عمل وضعتها البلدية في كل مرحلة محرارة في السنة أنهج وشوارع نظيفة مساحات خضرة في عدد من الأحياء مشهد لم يحجب الوضع المترد للبنية التحتية بالمدينة خاصة بعد الأمطار الأخيرة الاجتار باهي نظيفة سمحة منظر سمحة وقاسها حق ما عندي من قفا غير حقا تشكر بلدية متعانة نظيفة وتبركرة وما فما حاجة نحب نلاحظ عليها بل زيون ديكابي معنا أكل الممرات بل زيون ديكابي ما فماش هذه خطوة أولى نجموا كونوا راضين عليها لكن ما زالت الاجتار تستحق أكتر من هكام من حيث القمامة قمامة وسبعة ما تجيش ترك في حجم الطرقات ما نمكسروا حالة واحدة إلا هي الطرقات ما نيصلحون الطرقات بعد جائزة تسعين وتسعمائة وألف تظفر بلدية الاجتار من جديد بجائزة أنظف البلديات في اعتراف بتمييز العمل البلدية على المستوى الوطني اعتراف يظل ينشد مزيدا من الدعم المادي واللوجستي لتلاف النقائص المسجلة مجود آخر متميز ويستحق الثناء لأحد عمال النظافة والذي يجمع بقايا الأثاث والأغطية وغيرها ليستغلها في أعمال فنية ومنحوتات تؤكد تمييزه وحسه الفني العالي ولكنها أيضا تبعث رسائلها بضرورة تثمين النفايات والمحافظة على نظافة المحيط المجسم هدايا مثلا البالة عم عندي معها حكاية مع الشيطة مع الشمسية المضلة اللي لابسها في كل حاجة كل قطعة في المجسم هدايا هي تحكي على فترة عشتها اللون الذهبي حبت بش يكون يرمز القيمة الذهبية متع العمل اللي يقوم به المنظف البلدي هكذا قدم كمال مجسم عمل النظافة الذي برعت أنامله في تصميمه ونحته تقديرا لعمله كعون ببلدية المنستير بقايا أثاث وهيكل معدنية أقمشة وأوراق لكل جزء مكان في أعماله وفي كل تربص حاولت باش نتمكن من تقنيات صنع الدم العملاقة التربص والخدمة النحت حبيتها كما حبيت الخدمة المنظف البلدي وإذا كان ما تحبش خدمتاعةك رو ما تنجمش تبدع فيها نقوم بمرحلة التجميع أولا ثم ننقل متاحها للورشة نشخم فيها وبعدك سيتم بمرحلة التركيب والتجسيم المنحوطة هذه تقريبا المرحلة ما قبل النهائية هي تلسيق الورق متاع السيمان والجريت تثمين النفايات والوعي بمحيط أجمل رسائل يبعث بها كمال للأطفال كنوات لمستقبل أفضل حبيت نسوق فكرة لك الصغيرات بما أنه هو الأعمال الكوليكية تقريبا في شكل حيوانات حبيت نوريهم حافظوا أكثر على البيئة باش نوصلهم إلى صغيرات على الأساس اللي بتحبي بالمستقبل يبدأهم صغيرات حس الإبداع يسكن كمال فأعماله الفنية سبقتها خواطر شعرية أباء إلا أن يهدي بعضها لأمهات شهداء الوطن خلي عمرك بين يديا مزال بكري زيد شوية خارج على الحرية نادي نموت نموت وتحية بلادي أرضي حرة أرض أجدادي لها نهدي روح هدية وانسيت انسيت اللي ثم صيادة تقتل في صوت الحرية خلي عمرك بين يديا مزال بكري زيد شوية زع ما أنت تسمع فيها نشكي الأنسام الفجرية وكي تسمعني رد عليها من يأمك؟ من يدادة؟ ما كنت تقول لي يا دادة؟ نسيت اللي فم صيادة تقتل في صوت الحرية خلي عمرك بين يديا مزال بكري زيد شوية في الختام هذا تذكير بالعناوين لجنة القيادة الوطنية لمجابهة الكوارث والتوقي من الأمراض المعدية تؤكد عدم تسجيل أمراض وبائية وتكثيف للجهود للحد من مظاهر التلوث مطالب بأحداث اختصاصات تكوينية تستجيب لسوق الشغل بمركز التكوين المهنية الجديد بيبو حجلة من ولاية القيروان وتتويج معتمدية الكتار بجائزة أنظف بلدية للسنة الحالية نتاج تميز في المحافظة على النظافة والعناية بالمحيط والمساحات الخضراء كالعادة بإمكانكم متابعة هذه النشرة وغيرها من الأخبار على بوابة التلفزة التونسية في أمان الله اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر